السلام عليكم اخواتي العزازات اشخباركم هانين مهنين اتمنى تكونوا بخير على خير انتم ما كتشوفوا هذا الفيديو هذا ولقاكم بصحة جيدة انتم مولاداتكم مع الزعليكم ولهلي اعطيكم ميدركم وتكونوا مزيانين وفرحانين ناشطا شاربا واكلا المهم كنر احب بالاخوات جداد مرحبا بكم شرفت ونورت القناة اختكم انا في ذيتكم انا في ذيتكم بروحي بقلبي بعقلي هذا مكان كنر احبكم وشكرا شكرا على التعاليق الزويني اللي كتخليوا لي شكرا شكرا هذا كيدلي على انكم ناس الوطفاء وقرماء ولليخطيكم والله يحفظكم والله يجيب نفس السواب معاكم متنسوناش في جين وبرتاج لهذا الفيديو ان شاء الله هنديروا هذا الموضوع اللي هو موضوع الساعة كيف كيقولو بغيت نعطي رأيي فيه بما اني مؤثرة بما اني يوتا بورز بغيت نعطي رأيي فيه او نوجه واحد نصيحة لهاد جوج هاد الباريخة كيف كنقولو هاد جوج ديال الافراد المهم ديال القضية ديال النزار ونادح السي اللي بغيت نقولو انه ماشي عيب يعني مزيان الزوج يتلقى مع الزوجة دياله تجمع الشمال دياله ماشي عيب ولكن العيب هو انه تخلي مريضة وتخليها يعني مضرورة مجيتك لان ذاك الشي اللي شافت راه هي ام كيف ما انا اكم ام كان نحس بها حسيت بها ونا مضامنا معها ولكن ماشي ضد انك ترجع الزوجة ديالك انا ماشي ضد هذه القضية انه مخصكم ترجعوا لبعضياتكم ديروا واحد محتوى زوين وخلينا من الهضرة الخيبة رأى ولادنا كيتفرجوا فيكم ويبغيوا يديروا بحالكم ليربحوا الفلوس انا ما نبغيش ولادي انا ما عردت بش كي غيخرجوا كنت من ربي يشوفني فيهم الخير لهم ولا ولادات الجامع لان ما كنتقديش تعرفي وما كنعيبش على ولاد الناس لان ما تعرفيش ولادك كي غيخرجوا انما كنعطينا صحة ونقدر نعطيها تلولادي فانتوما خرجتو لسوشال ميديا خسكم تعطيه واحد الوجه زوين لعائلاتكم لان انتوما عندكم والدين وعندكم خوت وعندكم حباب كيتفرجوا فيكم او لما تفرجوش توصلو من الخبار يعني اعطيه واحد الوجه زوين لا انت لا هي انا كي باليا انت منعرف شويه بهل ولا منعرف موين طبعا كاكاك منعرف الموين على هذاك شيلي وقعلك وكي باليا رجعتي ونفس المشكيل اعلمك بلية ارجعتي ونفس المشكلة اللي وقع لك في اللول كتبالية فيه علش متعطيش قيمة راسك والزوجة ديالك داروني خاصة تعطيك القيمة قدم الناس يعني ما تبقاش تباديل اللي كتديروا يعني ديروا واحد محتوى زوين وعطيونا شي حاجة زوينة للناس اللي كيتفرجوا فيكم بما انهم تابعينكم الناس ما شاء الله بيكون ما يكونوا عدنا مكره ناشا ودي ما حسبناكم بشوالك المكره يكون عندنا يعني تكون عندنا واحد المشاهدة عالية كيف عندكم ولكن ناصحة اللي كنعطيونا جمعوا راسكم وديروا واحد محتوى زوين ويكون كلام طيب ويكون ديروا الليفات نقيين خلينا مننا را وصختوا الدنيا الصراحة باللايفات المشرشمين لاننا تشي كلو كنقولوا راه أولادنا كيتفرجوا فيكم أولادي انا ويقوموا بحقية يعني ماني هذه الدرية قد يحل لديك ويقوموا بحقية فهوه سيقوم بحقية ويحزى في قلبي إذا كانت تتبعين نحن نريد مجتمع صالح نحن نريد مجتمع صالح ا liker الوضع يعني فليهذا انتم ما جمعتوه جمع وراء جمعتو دابا الله يتويكم الخير ماشي عيب احنا الله يسهل على كل واحد ولكن اعطي الام ديالك مسكينتها اه اه اعطيها مسكينة قيمتها وعطيها وريها واحد صورة زوينا ووريها بانك انت راعيش مزيان وما تبقاش ديك تباديل ادلها درخيبا يعني سيروا فوح ترك لي زوينا والله يكمل عليكم فلأي السراحي وراء زراج تباديل اما الي قد من اعطا انا قرأ في القبيلة تبقى لك انتبنت الناس ومشي يتغله الراجل يكون مقطوع منشجره راهدك راه عنده عائلته عهبه مشي نايد نبت راه عنده عائلته ومشي نايد نبت راه عنده عائلته خاص بي تديري بحسابه مشي غير انتي ابغيتي تشوفين اللي قلقي للك راس كلي حشوما كيفي انتي عندك امك ما تبغيش لك شي حاجه ايضا و من هذا المنبر نحييك و نقول لك انا متضامنة معك ولكن ما عندك مديري خلي يشق حياته و انت يدعي لي بالخير عليك بالدعاء و صلي قيام الليل و طلبي الله يديه و يرد بين الطريق و يتوي يوم الخير و انت يا بنت الناس هزي راجلك و سيري عند المرأة كنظن هم عاملوك النهار الأول السراحة معاملة طيبة و كيبان و ليه ناس مزيانة و لكن على ما شافت عينيه في الفيديوهات اللي دارو فاش استقبلوك يعني استقبلوك استقبل رحب و رحبو بيك و كيبان يناس طيبين صراحة على ما تيبان و فالهذا كنظن الى هزيتي راجلك و امشيتي عندهم و طلبتي السماحة كنظن باش تصاف القلوب ماش يعيب و هذيك سعرها امو ماشي غتشدو تخلىو عندها روا حد النهار الى ما تزوج بك انتي غاي تزوج بوحدة اخرى و لكن راهي ام خاصو يعطيها تاية القيمة ديالا كيف عادتك انتي يعطي لها اعطاها هي ماشي غاي شري لي خاتم غاي شري و هي على ما سمعت كاتهزم الفلوس هذا حرام هذا حرام ماشي مزيان ما تبغيت توحدة انا والله ما ترداش ليا نفسي كنظر و ربي شاهد عليها ما ترداش ليا نفسي راجلي اعطيني انا امو مخصوصا و ما يعطيهاش انا والله ما اردى بياه ما نقدرش ما نقدرش هذا على حساب ذاك شي لي تربيت فيه ذاك شي لي تربيت فيه ما تربيناش الحمدلله تربينا على القناعة وتربينا على الحشمة و على السطرة و على كل شيء امو تراجلي في مقام مي خاصك انتي يا لكان هو ما كيفهمش انتي تقولي لي انتي تقول لي عطيه لموك و دير لموك بما انهما الناس محتاجين على ما بلية يعني ناس ما في حالهمش على قد حالهم لما ما شعيد تقول لي لها زبولي لما هو ما عرفش حيث هو كيبن لي معدوش المخل انا ما كيبن لي والله ولا بقيته صنع في الطريق ديال الاخوى الخاوي و هو جاية و را المغرب غديتولي في أزمة ديال البيض را غديت خليواى على البيض را غديت خليواى على البيض را غديت كله و فيما غدين يضربكم بالبيض هذا هو أزباد البيض وعليه العظيم لا تقوم بمخارجين مطلصين بالبيض لا فقط من يمكنون يشاهد لدينا بشكل محتار لم يكن العقد لدينا يضيف لا يفقش لكن سوف ينشف هذا لا يوجد من الأخلاق يجب أن يضربوا بالبيض ولكن على هذا الشيء الذي أرى سوف تفادوا كيف قلت لكم ديروا واحد المحتوى وصيروا في واحد طريق والله يسهل عليكم ما ذاك الولد والابنت خليوا يخرج يشوف بهم في واحد الحاجة ومحتار ما ماشي غاي خرج تاوي يضربوا بالبيض ويندى اوه يحكي في ذلك نقول لك أصبح رجلك وصير لدي الناس انظروا أن يقبلك ويطلبوا منهم سماحك ونظروا أنه مقبول ونسى تراوش وعلانية الله فلاهذا ليس رجلك تملكي حيث شافتي طائعة ويقولوا هذا رأى يقبلي فهو عنده عائلته عنده امه وعنده اببيه ودري بحسابه كل مرة مسكينه بغطت فقصيه او لش بغطت ديري لحشومه لحشومه ش بغطت ديري لت قتلها مسكينه راه مكتر من الفقصة ديال ام عوليداته تشوفهم يعني مطيعينها شو ما ما يعني ممدينش فيها وهملينا حشومه كيف قلت لك راه تنتي ام وتنتي كتبغي فوليداتك الخير وكيف ما انتيا كيف ما هوما راه بحل بحال فليهذا كنقول لك بنت الناس ديري شيحة جزوينه وصيري شري شيحويه جزوينه وهزيه وصيري عند عدوستك ما فيها بس ما فيها بس تمشي عندها و تدخلي بوحد الوجه ضاحك لاعب وصافي والله يجمع شمل كل واحد وانتي اختي لا طيفا لك كيف قلتها وغادي نقولها لك عليك بالدعاء ادعي معا ولدك ربي يهديه وهدي وليدات الجاميع لانها ماشي سهلة بنادم تحطهاك انا فنا داري المرأ ميكا تاخد الزوج هذا الزوج هو عنده عائلة و عنده ممو ما تنساهاش و تكبر بيها و كان ظن ركا غتكبري في عينيها إلا كبرتي بها غتكبري في عينيها من طبيعة الحال و تفوض الغضاب والله يجمع شمل الجاميع كان هذا ناصحة كنتمنى تطلعوا هذا الفيديو بش يوصليها تشوفوا علا وعاسه مهم ناصحة انا اعطيتها كيف غنعطيها لكل واحد و مع السلامة عزيزاتي تبقوا على خير الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة لم يكن الملل ان يكون الملل كل مرة نعطيكم حاجات و هذه الموضوع اشتركوا في القناة و تقولني نحضروا فيها ان شاء الله هذا مكان البنات و مع السلامة و ليه سنداتني في هذا الموضوع تحليني رأيها في التعاليق و مع السلامة و أحبكم في الله جميعا